ده موضوع ممكن أن نتكلم فيه لاحقاً على كل الأحوال النهار ده بقى اليوم الأخير من منافسات دور الستاشر وفي مواجهة بينتظرها الملايين حول العالم حتجمع ما بين أسبانيا والمغرب اللقاء ده في المنتهى الأهمية أكيد بالنسبة أننا احنا بصفة خاصة كأفرقة وكعرب المغرب في الدور الأول نقدر لقول أنه عمل تقريباً كل حاجة ممكن تتعمل عمل كل حاجة إيجابية في كرة القدم ورفع المنتخب المغربي من خلال اللي عمله ده راس العرب بالمعنى الحرفي ورفعوا كمان سقف طموحاتنا وتوقعاتنا كسبة المغرب ماتشين قدام بلجيكا من نتيجة 2-0 وقدام كندا من نتيجة 2-3-1 واتعدت مع كرواتيا بدون أهداف وطبعاً كان فيه تقلق استثنائي لنجومها حكيم زياش وياسين بونو وأشرف حكيمي ويوسف النصيري النهاردة المغرب عندها مواجهة تاريخية مع فريق أغلب عناصره من الشباب كلنا بنتمنى أن المدرب وليد الكراكي طبعاً أنه يبادر بالهجوم من أول لحظة وما يترجعش للدفاع ليه؟ لأن الفريق الإسباني من الأمور اللافتة جداً للنظر فيه أنه عنده سرعات كبيرة جداً فده اللقاء بنتمنى إن شاء الله أنه نسعد بمتابعته ونسعد بنتيجته نهائية ويا رب تكون صالح المتخب المغربي إن شاء الله ده ماتش التاني بقى هيجمع ما بين البرتغال طبعاً بقيادة رونالدو اللي معظم صحف أوروبا بتقول أنه خلاص يعني فيه كلام كده عن أنه هو بيعمل الفينيشينج بيخلص في عقده مع نادي النصر السعودي عموماً أكيد حنعرف نتيجة هذا الأمر بعد انتهاء المونديال عموماً البرتغال حتكون فيه مواجهة سويسرا مباراة أيضاً خارج التوقعات إلى حد مبير وإن كانت كافة البرتغال المنطق بيقول إن هي الأرجح وبص يعني مفروض كده بقى يعني إحنا بنتكلم تاني إن دام مونديال قوي جداً على فكرة يعني بمن أنك ذكرت ألمانيا فكرة إن ألمانيا تخرج وإن اليابان تكمل وإن يعني فرق أفريقية تتألق برضو لهذا المستوى هذا المونديال لو حتى غير متوقع هو مونديال قوي يعني بفعلاً المونديال فيه تنفسه شديدة ويمكن ده كمان اللي ميسي بالمناسبة فكرتني أنه أكد عليه كان بيتكلم تحديداً عن خروج ألمانيا قالك فكرة إن ألمانيا تخرج مبكراً ده برضو بيأكد على إن هذه النسخة من المونديال فعلاً نسخة يعني قوية جداً وقال الكلام ده مع صحيفة يعني أسبانية فعلى كل حال اللي أنا برضو عايز أرجع له تاني المطش بتاع أسبانيا والمغرب أه طبعاً النهاردة مطش أنا ما كانش نفسي إن هم في الآخر يتواجهوا بس خلاص قد كان بس تاني هنرجع نقول أملنا في المغرب كبير كعرب أملنا في المغرب كبير لأن هم اللي دون الأمل ده مش أمل من الهواء المغرب هي اللي ديتنا هذا الأمل وخلت عندنا طمع إن إحنا كمنتخب عربي ممكن إن إحنا نشارك ونصعد فنتمنى أن يكون على الأرض ده محقق أكيد أسبانيا منتخب كبير لكن تاني أنا لما بدخل في تنافس محد حتى لو كان المنافس بتاعي ضخم وقوي وناجح ورانكينجز تانية أنا برضو ما ينفشل ده يخليني يقلل من نفسي لأن المغرب فعلا ما تستحقش إن حد يقلل منها لا نفسها ولا جماهيرها فإن شاء الله خير هتبقى مباراة قوية الأيام دي لغاية يوم الجمعة بتالي فيه ماتشاط مهمة جداً يا كريم بقى لا لغاية يوم الأربعة مش الجمعة بس يعني كده كده الحاجة الأكيدة اللي لازم كل أصدقائنا وحبايبنا وإخواتنا في المغرب يكونوا موثقين منها إن هم إن شاء الله حينزولوا ماتش النهاردة وهم مصحوبين بدعوات ملايين المصريين والعرب طبعاً بس يعني كواليتي الدعوات بقى نقف شوية عند كواليتي الدعوات طلعة من القلب لأن فعلاً فعلاً كأن المنتخب المصري أخسم بالله هو اللي بيشارك في المونديل فتمنياتنا ليهم أكيد يا رب إن شاء الله بكل النجاح وكل التوفيق في لقاء اليوم وفي كل ما هو قادم بإذن الله